وزارة الأوقاف أطلقت البرنامج الصيفي للأطفال داخل المساجد وجهت أيضاً الدعوة لكل الأسرة المصرية لحضور أطفالهم وأبنائهم في هذا البرنامج من منطلق الإيمان بحق الطفل في الرعاية والنشأة الكريمة يمكن اللافت انتبهنا في البرنامج ده أنه مش بيستعين بس بالدعاء ده بيستعين الكتاب والمثقفين والحكائين عشان ينموا مهارات الأطفال جو المسجد عن طريق عدد كبير من الورش المتنوع خلينا أقول أن الموضوع ده كان من أهم الموضوعات الملحة على أجندة الدولة المصرية أنا مبسوط جداً أنه تم لأنه حيحتوي عدد كبير جداً من الأطفال جو المساجد حيرجعهم تاني حيخلي المشهد الجميل بتاع الدين بتاعنا الأخلاق والتعاملات نعرف ننميها في الجيل اللي جاي خلينا نتعرف بشكل أكبر عن هذا البرنامج والتفاصيل وضفتنا النهاردة الدكتورة هودا حميد مدير إدارة الإعلام ومسؤول ملف الأطفال في وزارة الأوقاف أهلاً بحركة فانتك أهلاً وسهلاً بحركة حلو ما أطفال في وزارة الأوقاف ده من أهم أنا بقول تايتل أنا مسؤولة عنه ملف الأطفال ده أهم ملف يعتبر بالنسبة لي ده جميل لو هنتكلم على البرنامج الصيف لا خلينا نتكلم الأول عن ملك لا ما أنا أقول لك ملف الأطفال بدأ أمتى في وزارة الأوقاف نتكلم على ملك اللي كانت معنا الأول ملك ملك دي مبداعة ما شاء الله عليها وأكتر من رائعة حريك وحريك بتكلمها على موضوع هي نفسها تطلع موزيع وبتقول لك حتى طريقة الإقاءة بتاعتها عايز أقول لك من ضمن البرنامج الصيف احنا بنعمل ورش لبعض الأعمال زي لو جي معنا إزاعي لأن في مزاعين بيشاركوا في إزاعيين بيشاركوا في أطباء بيشاركوا من كل المجالات احنا عملنا ورشة الإزاعي الصغير من يومين مع دكتور حسن مدني رئيس إزاعة القرآن الكريم الأسبق وعايز أقول لك أن الولاد تفاعلوا معي بشكل كبير جدا أثناء اللقاء وبدأ ينمي عندهم بعد المهارات إيه المهارة اللي لازم تتصف بيها وإزاي تنمي مهاراتك دي من وإنت صغير وقعد يعني شوية أشتغل معاهم على الإلقاء فلما شفت ملك من شوية قلت إحنا شغالين صح بجد وأنا أتمنى نقابل نمازج زي ملك كتير بإذن الله رب العالمين وأكيد هيقابلنا في المساجد زي ملك كتير محتاجين تنمية المهارة بتاعتهم محتاجين ملك هتشرفنا أنا عايز أقولك أننا اتفقت مع والدتها إن شاء الله رب العالمين هتشرفنا في البرنامج بتاعنا البرنامج الصيفي في أحد المساجد وكمان إحنا عندنا مجلة بتصدر عن وزارة الأوقاف المصرية بإذن الله يتعمل معها لقاء في المجلة لأنها نموذج لازم يتقدم للأطفال نموذج قدوة يغتز بي في المجتمع يلا بقى نمسك الملف كله ونمتدي نتكلم عليه الملف الصيفي للأطفال في وزارة الأوقاف فكرة أصلا أن إحنا يبقى عندنا ملف للأطفال في وزارة الأوقاف دي حاجة رطيفة قوي مش عارفة بقى أنا عايز أقولك ملف كتت فين كتت متأخرة عننا ليه مش متأخرة كتت موجودة وإحنا ما حسناش بيها ولا إيه وزارة الأوقاف المصرية هي المعروف ويتبادر إلى الذهن دايما أول ما تقولي وزارة الأوقاف المصرية للأطفال يبقى مكاتب تحفيظ الكرآن أو حلقات التحفيظ في المساجد وإحنا عندنا مجلة الفردوس دي بتصدر من أكتر من خمسين سنة بس كانت ملحق لمجلة ممبر الإسلام التطوير بقى الشامل في ملف الأطفال كان عام 2015 تم فصل مجلة الفردوس عن مجلة ممبر الإسلام لاعترافنا بأن الطفل من حقه يكون ليه مجلة منفردة تعمل على بناء وعيه وبدأت تبقى مجلة خاصة بالطفل هي كانت الشعار الخاص بيها مجلة الطفل المسلم تغير الشعار بيها وأصبحت مجلة كل الأطفال كان المضمون اللي بيقدم فيها مضمون ديني فقط مدى أننا نقدم موضوعات متنوعة داخل المجلة واحتمالنا بشكل كبير على الكوميكس وده ما كانش قبل التطوير بعد كده أصدرنا بعدها بعامين سلسلة رؤية للناش وده بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة ممثلة في هيئة العامة المصرية للكتاب سلسلة رؤية للناش أنا بعتبرها من أهم السلاسل اللي احنا بمصدرها لأنها بتتناول المرحلة العمرية من تسعة لفوق وده مرحلة صعبة جدا في خطابها إزاي تقدم لها وجبة ومضمون يقرأ أنت عشان تشد الطفل في المرحلة دي القراءة صعبة جدا وفي سلسلة رؤية للناش برضو مقدمناش مضامين دينية فقط لكن كان مضامين متنوعة وبتناقش موضوعات وبتهم الطفل جدا في المرحلة دي هو ده أنا ما عنديش مثلا دعاء ومشايخ أنا عندي حكائين ومسحققين نحن شاركنا في سلسلة رؤية كبار كتاب الأطفال لما بس سأقلوا إحنا عايزين نشارك معاكم هم اتصلوا بينا عايزين نشارك معاكم في السلسلة دي التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة فيما يتعلق بالطفل كان محل مش هقول إعجاب الكتاب لكن كلهم عايزين يشاركوا كلهم حرصين على بناء وعي الطفل وتكاتف اللي هي تكاتف كل المؤسسات إن هم يعملوا على بناء وعي الطفل أكد على جدية المشروع نفسه فمعظم الكتاب يمكن شاركونا أنا عايز أقول لك بالنقش موضوعات مختلفة مهمة جدا في السلسلة دي ممكن أنا من أهم الكتب اللي أنا كأم أول مجالنا كنت بصراحة حريصة جدا على الكتاب ده احنا عندنا كتاب اسم حروب وهمية ده بيناقش عملية الاستقطاب الإلكتروني اللي بتتم من خلال السوشيال ميديا وزي الأطفال يتعاملوا على السوشيال ميديا وزي الأهل ياخدوا بالهم وده مش من خلال نصحة مباشرة مين الكتاب ده ما هو ده للأطفال ولا بيوجه لللي بيتعامل مع الأطفال الحسن اسمه تقيل على الأطفال ولا احنا بنكلم بقى فئات عمرية مختلفة ما هو من تسعة لفوق سن من تسعة لفوق هو مش بيحب يقرأ اللي هي تعمليه كطفل قوي فيقرأ حاجات اللي هي حاجات زي الأطفال الصغيرين لو قريت القصة حروب وهمية بتتكلم على الألعاب العنف اللي بتستخدم على السوشيال ميديا والأطفال بيلعبوا من وقت من أول ما بيبدأ القصة بيعيش مع بطل هو أصلا عاشق للألعاب الإلكترونية وعاشق للألعاب مش هنقولي أمثلة ليها جوا اللعبة وحنا حطيني أمثلة للألعاب دي أنا ليه قلتلك لولي الأمر أو أنا كأمة اهتمت بي لأن أنا في بعض الألعاب اللي موجودة داخل القصة أنا فجأت أن أولادي بيلعبوها وليها مخاطر عديدة أنت موجهتش خلال القصة كلها نصيحة مباشرة لأن الطفل في المرحلة دي عمره ما هيقبل منك يقولك ما تكلمش فنان ما تكلمش حد غريب في الألعاب وهم أطول ما هم عادين بيلعبوا مع ناس ما يعرفونه مش هايسوا عاربا أنت وجهت نصيحة مباشرة عن طريق القصة دي وأنا على فكرة عارف أنا من أول القصة الأخيرة هو هيبقى حريص لأن في أحداث كتير يعرفها تنتهي على أي فهي في نصايح للأهل وفي نصايح للأولاد داخل والأولاد بتقرأ في القالة أه طبعا على فكرة في أطفال بيقروا كتير دلوقتي وإحنا الحمد لله وفرنا كل المنتجات الثقافية بتاعتنا حلوة وطبعات حلوة وزهية وملوينة والله موجودة أنا كان نفسي جيب نسخ منها وتعرضوها بس لأننا بديكلم على البرنامج الصيفي إحنا مفرنا إلكترونية إحنا كل ده مكلمين عاملتهم في المنضوع ما هقولك بعدها عندنا فيديوهات علمت فلك الإلكترونية لنس دي بتناقش بعض الأمور الوجودية بيبقى صعب على الأهل شرحها للأولاد زي إزاي ربنا بيسمع إزاي بيشوف كل ده بقى بنقدمه في البرنامج الصيفي داخل المساجد أنا بقى عاخدين في جولة افتراضية كده حتشرح لنا فيها يوم من هذه الأيام أنا لو وديت ابني أو بنتي لأحد المساجد مين حيستلمه حيعمله مع إيه وبيتم التسجيل إزاي آه التسجيل إزاي حياخد إيه حيستفيد إيه حياخد شهادة حيتكرم يعني اديني كده التفاصيل البرنامج أولا البرنامج كان بدأ معنا من نهاية 2021 إحنا أطلقناه كمبادرة حق الطفل بس كان بيقتصر على مية مسجد مية مسجد فقط لأن المساجد ما كانتش مفتوحة وقتها وأننا كنا عايزين في ملحقات مسجد وما كانش أي ملحق مسجد لازم كان يبقى ملحق كبير عشان تطبيق الإجراءات الاحترازية والمسافات بين الولاد لكن بعد ما تفتحت المساجد بدأنا نعلم بقى نستغل فكرة جت وقت تفتح المساجد بالتزامن مع أجازة آخر السنة فدي كانت فرصة نعمل بقى أو نتوسع في المبادرة أنها تبقى على نطاق محافظات الجمهورية فأعلننا عنها وأعلننا أن الأهالي وده كان على المواقع الرسمي بتاعتها يبدأوا يسجلوا أولادهم في أقرب مسجد قريب لهم إذا أنت ما لقيتش مسجد قريب منك لأقرب مسجد موجود في المبادرة لا هو يسأل في المبادرة موجودة ولا لا فأنا ما لقيتش لسه المسجد ده ما تفعلتش فيه هي هيطبق فيها إن شاء الله في كل المساجد بس لسه ما تفعلتش في المسجد ده وأقولك ليه ما تفعلتش فيها فبيبدأ يرسلنا احنا على الموقع الرسمي فيه لينك خاص بالوزارة بيبدأ يسجل اسم ابنه والعنوان بتاعه احنا بندور على قرب مسجد ليه وبنسجل ابنه فيه وبنختره وبنختر المسجد ان فيه المجموعة الفلانية وبينزل الاسماء على موقع الوزارة باسم الطفل واسم المسجد بيروح بقيته زي المجرسة كده ويجي ياخده تاني ولا بيقعد جنبه فيه اهالي انا والله فيه الفعاليات اللي انا حضرتها لان انا وقت ما بيكون مشارك معنا كاتب او مبدع من الخارج اذا كان في نطاقنا بحضر معهم انا بلاقي اهالي موجودة فعلا للاطمقنان على اولادها وعايز اقولك كمية الفرحة فرحتنا احنا بالاهالي وبالاولاد وفرحة الاهالي باللي بيحصل كان حقيقة اكتر من رائع بيحضروا وبيشوفوا اولادهم بياخدوا ايه المضامين اللي بنقدمها جوه المسجد كانت زمان قصيرة فقط على حفظ القرآن الكريم دلوقتي حفظ القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم السيرة النبوية اضافة بقى للمضامين اللي احنا اصلا بنتضمنها في ملف الاطفال بتاعنا بتبدأ الوعزة او الكاتب لان الكتاب اللي مشاركين معنا في السلسلة بيبدأوا ينزلوا المسجد يشرحوا كتابهم او القصة بتاعتهم بشكل بقى ورشة حكي للاولاد ويبدأ يتفاعل مع الطفل بالنسبة لتكريم الاطفال المتميزين ده حصل في اكتر من مسجد الفترة سبري عليها بس عملات اغذية خلينا نعمل حاجة حاجة البرنامج المحطوط للنادي الصيفي اللي معمول في المسجد او للملف الصيفي الفكرة بقى بتنكلم الاطفال من اول سن كام بتنكلم ولاد وبنات ولا كل حاجة منفصلة لوحدها عمل الامان بالنسبة للولاد لان حالك بتقولي انه في بعض الاهالي بتبقى موجودة في بعض الاهالي بتسيب ولادها وتمشي يعني كل التفاصيل دي خلينا نحكيها للناس كويس قوي علشان تعرف تشترك فيه لسه متاح اماكن هي بتبقى دورات لمدة معينة اسبوع عشر تيام شهر شهرين ودي دي بقى الامور البرنامج الصيفي اجازة الصيف كلها ان شاء الله رب العالمين مستويات مستويات لفل واحد لفل اثنين لا 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 لان احنا محددين المضامين اللي هتتشرح للأولاد ومتقسمة فقسمهم بقى المراحل عمرية دي بيبقى الوجهة نظر القائم على البرنامج مع الأولاد نفسهم انا قدر يعني برؤيتي هل المضمون اللي انا هقدمه هيبقى مناسب يتقال للأولاد مع بعض ولا هيتقسمه لمجموعات يعني داخل وعندنا ناس تكافي المجموعات اه طبعا اه طبعا عايز اقولك كم الوعزات والكتاب والمبدعين اللي حرشتين على المشاركة في البرنامج كتير جدا ويقدروا يغطوا معانا الفعاليات كلها يقدروا يغطوا معانا البرنامج الصيفي داخل المسيحة كلها ليه علاقة بالأخلاق وبالصيرة اه طبعا فيه كتاب احنا فيه عن الأداب والقيم ده بيتم دراسته مش تدريسه هي الوعزة أو الإمام بيقوم الكتاب ده هتقوم بتقديمه للولاد عن الأداب العامة عن القيم عن الأخلاق ده غير الصيرة والتفسير والقرآن الكريم إلى جانب المضامين بتاعتنا اللي هي معظم المضامين أو القصة المقدمينها هي قيم أخلاقية وقيم مجتمعية موجودة في المجتمع فده كله هيتقدم للطفل حتى حروب وهمية أو لفكرة لما بيجوا يقدموا الولاد أنا ما بقوليش احكي القصة أنا بقول شو في السرد تم ازاي وهتقدر تقدمي للولاد ازاي جوه المسجد فهي الفكرة الاستفادة من المجموعات كلها اللي احنا نزلناها ويبدأ عرضها للأولاد داخل المسجد إن شاء الله بالإضافة طبعا وده الجديد إن فيه مصرح العرائز ده دخل لأول مرة معنا المسجد وده بيتم تقديم قصص تربوية للأطفال وده الأول مرة فعلا أنه يقام فعالية بمصرح العرائز داخل المسجد وده من الفعاليات الجاذبة جدا للطفل في كل المسجد اللي عملنا فيها الفعاليات شفت الفيت باك بنفسك طبعا حضرت بنفسي وعايز أقولك إحنا فيه الأهالي فيه أم آخر فعالية اللي هي كانت أول مبارح فيه أم هي جايز من طبقة بسيطة شوية هي عياطت هي قالت لي أنا أول مرة أشوف ده أنا دايما ببعايز أود إبن المسجد زمان كان يحفظ خرام تقولي أنا أول مرة أشوفه ده إنه بتقدم لهم ده كله داخل المسجد فهي أنا بتقولي وانا أول مرة أشوف الحاجات دي هو طبعا فيه أهلي كتير شاء أنت سألتيني عنصر الأمان والأهالي لأ إحنا عشان في بداية المبادرة فالناس حبت الطم هي البعض بيبقى موجود وراء أثناء وقد ده أثناء الفعاليات تحديدا وبعدين بينصرفوا بس الأولاد وهتشوف في معظم السور لأ الأولاد موجودين داخل المسجد والقائمين على البرنامج هي بس كبداية إن الأهل بيضطمنوا وبيبدأ يخرجوا الفعاليات هم حارسين يحدروا شعرفوا الفعالية اللي جاية هتقام دي فيها إيه للأولاد أكيد تمام؟ احنا سعداء جدا بكل الحاجات اللي تقالت وفكرة أن الولاد يرجعوا يعودوا في المسجد الثاني ويعرفوا التفاصيل لكن لو جينا قلنا بقى هل في استجدافل مناطق معينة؟ يعني إحنا مركزين أكتر في النجوع ركزين أكتر في الأرياف ولا قد تكون في مناطق أكتر حظا من الخدمات وتكون أرقى شوية في الخدمات المقدمة لها هل برضو إحنا مركزين فيها ولا إحنا منكلم البرنامج الصيفي مستهدف مستهدف جمعاء المحافظات الجمهورية كلها احنا بنختار المسجد أول مجموعة احنا أعلننا عنها بعد كده بنبدأ كل مسجد بتبدأ الوعيزة أو الإمام أو المسؤول عن البرنامج الصيفي داخل المكان نفسه بيبدأ يعلمنا أن أنا خلاص نصقت نفسي ونصقت البرنامج وركزت فيه ذكرته كويس أنا هبدأ في المسجد الفلاني بس لازم يبقى المسؤول عن المسجد الإمام أو الوعيزة نفسها بيبدأ يرسلنا أن أنا خلاص هبدأ والموعيد الفلانية كذا كذا أعلنوا عنها على موقع الوزارة فبندأ اتباعا نعلن أول بأول هي الفكرة أنا مش هستهدف فقط آه في مناطق بتحتاج نحن نركز معك شكل جميع لكن كل محافظات الجمهورية والأطفال في كافة الفئات هم محتاجيننا دلوقتي كافة الفئات سواء في منطقة راقية أو في مستهدفين كل الأطفال محافظات الجمهورية بدون اختلاف السوشيال ميديا جامعة الجميع يعني مش مختلفين عليها أنا يعني مستهدف شر خير جدا بالمبادرة دي إحنا كان عندنا فراغ في الحتة دي وربما بعض الجماعات الظلمية كان بتتملأ وبتستغل الفراغ ده فبعض الأحيان إن هي تستقطب وتعمل يشعر في رحلات وحاجات وفعلا الدولة كانت غايبة أو المفهوم الوسطي كان غايب يعني كان خطيب الجمعة بس بيجي كان بفي دروس لكن بقى أن يبقى فيه أطفال ويبقى فيه مسرح عرائص ويبقى فيه أنا من هذا موضوع جميل جدا خصوصا أن الدين المعاملة إنما بوعستو لإؤتما من مكارم الأخلاق دي الرسالة الأهمة اللي إحنا عايزين نوصلها للنشأ الصغير مبسوط جدا بيك يا دكتورة شكرا لك الدكتورة هودا حميد مدير إدارة الإعلام مسؤول ملف الأطفال لوزارة الأوقاف اتكلمتنا النهاردة عن البرنامج الصيفي اللي عاملها وزارة الأوقاف للأطفال أعتقد أن ده يعني حيبقى يعني إضافة كبيرة جدا لكل أطفال على مستوى محافظات الجمهورية